النبي عليه الصلاة والسلام كان له ثلاث صيغ في وضع اليد في الدعاء ثلاث صيغ الصيغة الأولى يا أخوان بهذا الشكل كان يضم يديه ويضم الأصابع كأنك تطلب شيء من أحد ولا تريد أن تفقد شيء من هذا اللي أتاك فتكون اليد بهذا الشكل الصيغة الثانية كان يتقنع عليه الصلاة والسلام ما معنى يتقنع بهذه الصيغة يغطي الوجه ويلصق الأصابع واليد بهذه الطريقة هذه الطريقة الثانية الطريقة الثالثة وكان لا يستخدمها النبي عليه الصلاة والسلام إلا في طلب الغيث أو في النوازل لما كان يدعو بهذه الطريقة وهذه فقط في النوازل وفي طلب الغيث لا يعني لا يدعو بها دائما ولكن بالصيغتين هذه هي هذه اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيغة الدعاء